وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تقارب وجهات النظر بين مصر والصومال حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية وأشار رئيس السيسي إلى أنه تم استعراض كل أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية الممتدة بين البلدين كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960 وظلت على عهدها في مساعدة الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق ولا نزال نذكر بكل فخر شهداء مصر الذين نفعوا حياتهم ثمنا لحصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدة أراضيه لقد عكست محادثات اليوم مع فخامة الرئيس حسن شيخ محمود مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية الممتدة بين بلدين